من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه الولي المطلق والشفيع المطلق سيدي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه وآله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتنا بنهيه فإن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه خلق كثير فخففوا الطلب يرحمنا ويرحمكم الله ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال عيشوا في الناس عيشة إذا غبتم عنهم حنوا إليكم وإذا متتم بكوا عليكم أمير المؤمنين في هذه الرائعة من روائعه يؤكد على أهمية التعايش بين الناس من خلال أسلوب الرحمة وإسلوب المخفرة وإسلوب التسامح وإسلوب المحبة فيما بين الناس من خلال تعاملك مع الناس بود الناس تهفو إليك وتقبل عليك المؤمن اللبيب هو الذي يستكثر من الخلان ويقل من الأعداء نتيجة تصرف الحكيم الذي ينم عن حكمة وعن محبة ما بين الناس تقبل عليه القلوب ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يفرط في مكارم الأخلاق لا نملك شيئا على الناس إلا كرم أخلاقك كما تحب أن تعامل عامل خلق الله بالحكمة بالموعظة الحسنة بالمشي الصحيح في الحياة تجذب الآخرين إليك ولا تنفرهم عنك القرآن الكريم يخاطب أعظم خلقه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك وأنت رسول الله فما بالنا نحن بعض الناس يتبيغ على خلق الله نتيجة حطام دنيا عنده نتيجة جاه كاذب عنده يتبيغ ولا يرى قيمة للمعاني السامية للخلق والنبل لكن عظماء البشر رباني هذه الأمة وساداتها كالرسول العظيم وأهل بيته العظام كانوا على مستوى من الخلق الرفيع والتحبب لخلق الله ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام على نبينا وعليه السلام يا موسى حببني لخلقي قال يا رب وكيف أحببك لخلقك قال ذكرهم بآلائي عليهم ذكرهم بنعمي عليهم بآلائي عليهم ولأجل هذا لا ينبغي للمؤمن أن يفرط في مكارم الأخلاق لربا إنسان ينجذب إلى الدين نتيجة حب لتعاملك كمسلم أنت تتعامل معه برحمة فيكون بابا إلى أن تجذبه إلى الله وتشده إليه والعكس صحيح عندما يتصرف الذي يدعي الإيمان والتدين بسوء خلق مع خلق الله يبتعد الناس عن الدين ويبتعد الناس عن قيم السماء نتيجة سوء تصرف ينقل أن الخليفة الثاني كان يولم طعاما للناس كان يوميا عند مائدة للمسافرين للغرباء للمستطرقين الذين يأتون إلى المدينة المنورة فكان يطعمهم فذات يوم رأى رجلا لا يحسن الأكل طريقة الأكل شاف واحد قاعد على الطعام سفرة الطعام وهو لا يحسن أن يأكل طريقته غير محببة في الأكل فقام الخليفة الثاني وضربه على رأسه بالدرة كان عنده عصة صغيرة تسمى الدرة ضربه على رأسه وقال لا تأكل هكذا إلا وتبين هذا الرجل ملك من ملوك حمير من ملوك اليمن وهذه طريقته يعني تعرفوا هذا الملك المسكين الذي شعر بإهانة إلى أمام الناس ارتد عن الدين قال أنا هتش دين ما عنده أخلاق أنا ما ريده ارتد نتيجة سوء تصرف الراعي سوء تصرف المسؤول صاحب القرار ذاك تصرف على سجيته في خشونة معروف كان خشن الطباع وهذا ملك عزيز في قومه كيف تضربه على رأسه لاحظوا لم يقبل من هذا بحيث خرج من الدين لذلك أنت بسوء خلقك أنت تعين الشيطان على أخيك لا تكن عونا للشيطان على أخيك عليكم السلام عليكم السلام لا تكن عونا للشيطان على أخيك نتيجة سوء تصرف من قبلك تجاه ينفر عن الدين والمبتد هناك قصة أنا ذاكرها مرة يقول أحدهم كنت في مطار نيويورك يقول من الثيابي أنه رجل دين هو يقول بهالأثناء جاءني أحدهم رجل كبارة به عمره ستين سبعين يقول لي أنت شيخ شايف أخواننا اللبنين يقولون عامل شيخ قال لي أنا عامل شيخ أنت شيخ يقول لي إي أنا شيخ قال تعرف شيخ أنا ما أحبكم طيب أسا يقول لك تحبني لا تحبني شرط دخولك الجنة تحب المشايخ لا تحبهم أنا ما أحبكم قلت لي ما يخالف لا تحبهم قالوا أنا حتى الله ما أحبه قلت لي هسا هاي بدنا أسألك سؤال ليش عمي ما تحب الله شم سوي لك الله ما تحبه شوف واحد عمره سبعين سنة يقول أنا ما أحب الله يا مسكين يا تعيس الله بحالك يمك شو يضر الله سبحانه وتعالى أنت تحبه لو ما تحبه وبعدين منه باعثك وتقلل هذا أنا ما أحبك وما أحب الله شوف الأداء الغير مبرر هذي اللي يسمونه الفجور بالخصومة المرأة واحد يخاصم واحد بس يخاصمه بشرف أما يخاصمه بفجور يعني ما يخلي حدود أن يتراجع أن يصالح بعض الأغبياء هتش الحمقة يعادون بفجور مو بشرف نخلي لك أحبه بحبيبك هونا ما عسى أن تبغضه يوما ما وبغض بغيضك هونا ما عسى أن تحبه يوما ما ليش هالقرارات المطلقة في حبك وبغضك على شون يعني لاحظوا قال له أنا ما أحبكم ما أحبكم وما أحب الله قال ليش ما تحب الله ما تحبنا مو مشكلة فسأل الله ليه قال أنا من أهل اللاذقية هو تبين من أهل اللاذقية في سوريا وكان عمري عشر سنين كنت أحضر صلاة الجماعة طيب يعني كان يصلي وذات يوم يقول حضرت شفت مكان خالي في الصف الأول في صلاة الجماعة فأجيت أنا ويقول وقفت في الصف الأول في صلاة الجماعة وعمره عشر سنوات يقول ما شعرت إلا واحد من خلفي سحبني سحبني قال تأخر أنت ما يحق لك توقف بالصف الأول أنت صبي عمرك عشر سنين يقول سحبني بقوة وإهانة أنه للصف الثاني أو الثالث مثلا يقول أنا حزت في نفسي قلت إلهي اللي ما يقبل أنا أوقف بالصف الأول أنا هماريد يقول ومن ذاك اليوم خرجت من المسجد ولم أدخل له سخلني خمسين سنة سعرفنا عمره ستين الأخ يقول له سخلني خمسين سنة تارك الصلاة ما أدخل المسجد لويش لأنه ببساطة مر بموقف سيء طبعا هذا ليس صحيح يعني أنت عندك رسالة لتأديها وأديها بطريق لائق طريق محترم لماذا تهين خلق الله لماذا التعامل الخشن مع الناس وتعامل برقي حتى لو كنت نبي إذا ما عندك أخلاق تفشل فيه رسالتك هذا شيء واضح طبيعي ولأجل هذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى وأهل البيت ورسوله وأهل البيت على أنه احترم تحترم كما تحب تعامل عامل الناس حتى الله سبحانه وتعالى يبارك بخطوات وتكون عامل جذب لا عامل منفر ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله على أصواتكم هو مصطفى خاتم النبي أعزق القلال قال أعطيني فأخا أخذت أعطت الحطب فحمل الحطب على كاهله الشريف وقال دليني على بيتك قالت أشارت أطراف مكة وشايفين مكة صعود جبال واتلال وديان قال أطراف مكة فذهب خاتم الأنبياء يحمل لها الحطب حتى أوصله إلى باب دارها والعجوز تتشكر بنعده بعدين قالت شكرا لك يا بني أعنتني وأنا ما عندي ما أكافئك عليه أنا ما عندي مرأة فقيرة قال أنا ما أريد منك شي قالت ولكني أنصحك نصيحة قال نعم قولي قالت سمعت أن كذابا في مكة يدعي النبوة لا تؤمن النبي يا بني تخيل ش تقل هاي هاي مغررة بإعلام أبو جهل أبو سفيان أبو له ما تعرف وتقول خلص ما دام كبراء القوم قالوا فنحن لهم تبعوا هذا لا تكونوا إن معه تحسنون ما يحسنه الناس وتقبحون ما يقبح الناس سمعت أن كذابا في مكة يدعي النبوة إياك أن تؤمن به قال يا أمة الله ليس بكذاب وأنا هو وإني والله نبي قالت الله أنت هو قال نعم قالت لعن الله با جهل يقول عنك كاذب والله ما هذا بوجه كاذب وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يعني هاي المرأة لا أرادت معجزة شق القمر ولا شرح لها النسبية العامة والخاصة ولا شافالها مريض ولا أحيال همية وإنما رفع حمل لها حزمة حطر انهارت تأثرت قالت ما هذا بوجه كاذب وهي كانت الله يعلم مش قد تبلغ ضد النبي وما يشايف التماغ هكذا تعاملك مع الناس أفضل أسلوب لجذبهم وأفضل أسلوب للناجح أن يتعامل برقة ورقي ومعرفة ورحمة مع العالم ارحموا ترحموا لذلك لا ينبغي على الإنسان أن يتبيق على خلق الله عند مال عند جاء وما تدري هذا كله يذهب هباء بلحظة مثل ذاك والي مصر يقول كان والي من ولاة مصر فجأة جاءه عزله من الخليفة خليفة في بغداد العباسي عزل واليه في مصر شايفين واحد يقولون أحد ولاة الخلفاء في قوم بعث له الخليفة أيها الوالي بقوم إنا عزلناك فقوم خلص جرت قلم راح هذا والي مصر فجأة جاء ورقة صغيرة أنه أنت معزول عزلناك قال لا إله إلا الله هكذا تأتي الساعة بخته قبل لحظات أنا أمر وأنهي والآن أنا أخشى من بواب الذي على الباب أخاف من عد صد بلحظة كل شي راح هكذا تكون الساعة يوم القيامة يجي بخته فجأة تغير كل شيء وذهب هو هذا هذا الواقع لذلك لا ينبغي للإنسان أن يختر بمال أو جاه أو أي شيء آخر ويتبيغ على الناس دائما تشوفون عظماء البشر في شدة وعظمتهم في شدة تواضحهم تواضع تكو كالنجم لا حل ناظره على طبقات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو رفيع وهو وضيع تشوفه فوق بس هو تحت لا كن كالنجم تشوفه بالنهر ولكنه فوق يعلو بالتواضع أنت تعلو أنت ترتفع ما ينقص من شأنك ولذلك نجد الأنبياء وإمتنا سلام الله عليهم ورباني هذه الأمة من الصالحين كلهم أهل تواضع أهل خلق أهل محبة يتعاملون برحمة مع الناس وخصوصا ونحن أيها الأخوات في هذا الشهر المبارك في شهر الرحمة في شهر التودد والمغفرة هذه المعاني تتجلى في هذا الشهر الكريم يعني لا يمكن للإنسان أن يفرط في هذه الفرصة في شهر رمضان حتى لو كان بينك وبين أحد غل سوء فهم ها كم جميل أن تبعث له رسالة تتصل به تقول له رمضان مبارك رمضان كريم المسامح كريم شيء جميل يعني هذه تتجلى في هذا الشهر وتعملها لله أو تدعو لك إنسان يفطر عندك أو تذهب لإنسان تفطر عندك تسلم على واحد تسأل على أحد أو بالسنة مرة أو سأل الله اجعلها في رمضان تتفقد أرحامك تتفقد خلانك أصدقائك لا سبحان الله كم من أعز لنا في رمضان الماضي كانوا بيننا والآن تحت الترابهم والله أعلم من رمضان القادم إحنا وين نكون فوق الأرض تحت الأرض ما أكو ضمان أكو عدة ضمان ما يجب إذن لا يبقى إلا العمل الصالح وفعلك الجميل والرحمة التي تتعامل بها خلق الله لا ينبغي للإنسان أن يفرط بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصل اللهم على محمد وآل محمد